بالنسبة للطاقات قبل ما انسى اللي هي هوائية اكتريتها في نارية والله هوائية بانتياز وفي مائية في ميزان وبعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي في اسد حبايبي في علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما اذا كنتوا انتم منفصلين او كذا ما عم بيفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بهاي الاشياء الفاضية هو عم بيفكر لأكتر من هيك عم بفكر للارتباط عم بيفكر حتى انه ممكن انه اتسافروا مع بعض عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الاحباط او الانطواء او الصراع النفسي عم بشوف نجاحي كتير من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة او الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع اشخاص يمكن من اطراف هوائية او مائية او نارية على الاخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها او انتصار على هدول الاشخاص شايف فيه شخص ممكن يتقرب منك اذا كنت اعزب هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول متوسطة بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن انا بحكي لك انه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون خير لالك لانه هاي فترة كيف تقولك انه فترة خير بشكل عام اليك وحظك حلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة شايف بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اللي على علاقة او حتى المطلقين شايف لهم رجوع شايف فرحة شايف حب حقيقي عم بيتتوج او بيترسم او بيتطور شايف انه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرف يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير عم بتكون كتير مساند لاله وهو مساند لالك لقراءة العاطفية حبايبي بتعرفوا انه ممكن تكون عكسية اذا اكتر اشي مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر اه مبين الاشخاص اللي مصررين عالسفر لهم فترة عم بيبين عندي الاسد بده سافر ففي هاي الفترة فيه فرصة حلوة للسفر او تخطيط او مراحل حلوة عم بتصير من ناحية السفر اه الناس اللي عندهم محاكم من برج الاسد عم بيصير في عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والكار ما عم بترجع لهم اه خاصة المحاكم اللي فيها مال اه او حضانة اولاد خلينا نشوف اكتر عاطفيا لانه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا اكتر او طراءة عاطفية منفصلة رح احاول انه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الامور اللي صارت في عندك يعني في امور رح تصير او اكشنز او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على اما طرف الثالث او الانتصار على الطرف الثالث لانه مبين عندي ذا لفرز اه في رجوع اكيد وفي اه اه حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الاصل في اه تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقة اه ولكن في طرف ثالث عم بيكون اه مش متواجد ولكن عم براقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث اه شايف الشريك اه طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسية اه الشخص اه انت او الشخص الاخر ممكن انه يعني شايفيتكم حتى التنين مندفعين اه ناحية اه بعض في نهاية لطرف ثالث the death لطرف ثالث مع انه عم بيحاول بيشتى الوسائل انه ينتصر ولكن شايفي نصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث اه المال بيّن عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون اه في وفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد النساء اه من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير اه في مال رح يجيك اه اما من ترقيه في العمل او من عمل اضافي اه او حتى فرصة اه عمل جديدة هاي المشكلة اللي انا قلت اه عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح اه تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي اه نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة اه موضوع كبير اه رح ينفضح اه رح في امور اه هو كان يعملها مبين هون امور اه ممكن تكون اعمال وشغلات اه هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية او كان منتصر عليك والان انت عم تنتصر عليه شايفي اكتر شي اه شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية اه فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فا كتير ورق حلولة برج الاسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على اكبر عدد خلينا نشوف اذا في تحذيرات او شي في هذا الوراء اه ها عم بشوفك اه عم بشوفك برج الاسد معاك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك مفتاح معين اه اما مسكن جديد انت رح تنتلكه اه انا اكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كل ياتها يعني تقليد مش اصلي فما تخاف اه انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكو فما يعني ما تخاف من الامور اللي عم بتسير لانها اه امور مؤقتة خلينا نقول والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم بيحاول انه يوازن فلا شايف انه الامور العاطفية على اتموج كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لانه الاسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من اشخاص بقولك حب حالك يا حبيبي بقولك انت بتستحق الافضل انت بتستحق افضل ما انت عليه يعني فقعدت لحالك ايمة اهتم بحالك اكتر من جوه انا عم بقول من برا طبعا الاسد معروف بالتقلق والاناقة والكذا بس انا عم بقول من جوه من جوه اكتر حب حالك مش الموضوع ما فيه انانية او كذا بقولك انت بتستحق الافضل اختار الاشخاص الافضل استغني عن الاشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك فحاول تكون اه عقلاني شوي بكفي اه يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل اه 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 في شخص عم برائبك كتير بشكل مش طبيعي بيحب بيشغف عم بيمثل إنه هو ما بده إياك أو بده يبعد أو كذا بس هو عم بيرائب من وراء لوراء فيعني شي كتير حلو بقولك إنه هون إنه كتير أنت قوي ورح تكون قوي في الفترة الجاي رح تكون الأمور زمامها في إيدك أنت مش على العكس سيما كانت بإيد الأطراف الأخرى بهاي الفترة رح تكون بإيدك فكون مستعد لهذا الموضوع